وأوضح المكلف بتسيير المركز الوطني للأمن عبر طرقات وكذلك المكلف بالإعلام في القيادة العامة للدرك الوطني أن استراتيجية الحكومة الجديدة في الحد من هذه الظاهرة ظاهرة الحوادث المرور المتكررة تجسدت من خلال لم يشمل جميع القطاعات في إطار المندوبية الوطنية للسلامة المرورية وللبهراوة رصد التالي هي الخاصية هذه المندوبية راح تلمشمل جميع الأجهزة اللي كانت تنشط في مجال الوقاية المرورية ودركت توحد النشاط عها ضمن جهاز رائد في مجال الشريع في مجال التكوين في مجال التحسيس هذا اللقاء اللي هو تقييم وتحليل التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور هو يندرج في سياق تضافر مجهودات الدولة وكل الفاعلين في مجال السلامة المرورية وكل القطاعات إذن هنا نقوم بتحليل وتقييم حوادث المرور من ناحية الأمنية من ناحية الاقتصادية من ناحية الاجتماعية وحتى من ناحية الصحية وبالحديث عن حوادث المرور